اناب اسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس العلال الشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سعادة السيد صالح بن عيسى بن هندي المناعي مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة لحضور المباراة النهائية والحفل الختامي لبطولة البحرين الدولية فيوتشر للمحترفين في التنس والتي نظامها نادي البحرين للتنس بمشاركة لاعبينا يمثلون خمسين دولة من مختلف دول العالم وقد حقق اللاعب الفرنسي مايكلو سكور كأس البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب النرويجي فيكتور دورافيتش بنتيجة وبعد انتهاء المباراة فضل نائب راعي الحفل بتقديم كأس البطولة والجائزة المالية لللاعب الفرنسي وكأس المركز الثاني لللاعب النرويجي وبهذه المناسبة عرب مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة عن خالص تقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على إنابته لحضور المباراة النهائية مقدرا ثقة سموه كما أشهد بحرص سموه على توفير كافة عوامل النجاح لمثل هذه الفعاليات الرياضية الكبرى التي تستضيفها مملكة البحرين وأعبر عن شكره لرئيس وعضاء نادي البحرين للتنس على الجهود المتميزة والعمل الاحترافي والتنظيم الرائع للبطولة كما ألقى السيد خميس محمد المقلى رئيس نادي البحرين للتنس كلمة النادي والتي عبر فيها عن الفخر والاعتزاز بأن تحظى هذه البطولة بدعم واهتمام عاهل البلاد المفدة وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد كما ثمن عاليا الرعاية الكريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة راعي البطولة سمو الشيخ ناصر الله يحفظه يالس ينشر الألعاب بس بطريقة الخاصة مستوى عطاء أداء نتائج هذه النادي اليوم يحتفل احتفال كبير واحد مرور أربعين سنة اثنين التتويج الكبير في لقاء جلالة الملك ثلاثة المكرمة من جلالة الملك بإقامة إن شاء الله سنتر كورد للمستقبل